تلقى حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات تهان من أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وأخيه سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وأخيه سمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ضمنوها خالص تهانيهم وتمنياتهم الطيبة بمناسبة الذكرى الثالثة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وبإطلاقها على سموه رعاه الله لقب قائدا للعمل الإنساني ومعربين عن الفخر والاعتزاز بهذا التكريم المستحق ومؤكدين أنه يأتي عرفانا وتقديرا من المجتمع الدولي بالإسهامات البارزة لدولة الكويت ولسموه حفظه الله في المجال الإنساني وسائلين المولى تعالى أن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة والعافية وأن يحقق للوطن العزيز المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه حفظه الله ورعاه وقد بعث سموه حفظه الله ورعاه برقيات شكر جوابية لهم ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر جياشة ودعوات صادقة وتمنيات طيبة ومؤكدا سموه رعاه الله أن هذا التكريم المتميز من قبل الأمم المتحدة إنما يجسد جليا المكان المرموقة التي تتبوها دولة الكويت لدى المجتمع الدولي وتقديرا لدورها الريادي في تبني المبادرات الإنسانية لغاثة المنكوبين جراء الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية ومفتهلا سموه حفظه الله إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان ويوفق الجميع لخدمته والارتقاء بمسيرته التنموية الطموحة لتحقيق كل ما ينشده من نهضة تنموية شاملة وأن يسدد الخطى لخدمته ورفع رايته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية